يشرفنا دكتور ثائر قزل في موقع سبيل أن نلتقي بك في بيتك العامر وأن نجري معك هذا اللقاء بعد أن سبق وأعلنت عن ترشحك لرئاسة مجلس المغار المحلي تحياتي أهلين أخ أبو النزار شكراً إليك ولطاقم موقع سبيل على هذا اللقاء شكراً اسمح لي أن أستهل هذا اللقاء بالسؤال التالي دكتور ثائر أنت أعلنت عن ترشحك لرئاسة مجلس المغار المحلي السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الدوافع التي جعلتك ترشيح نفسك للانتخابات شكراً إليك أخي أبو النزار بداية نحن نحب أهل المغار نحب أهل بلدنا نحب أولاد بلدنا وبنات بلدنا نحب حاراتنا ومؤسساتها ومن منطلق الغيري على المصلحة العامة وحب دعم البلد إجا هذا القرار في السنوات الأخيرة ومن خلال انخراطنا في العمل في عدة مؤسسات أكاديمية وأطر ومشاريع وعدة مجالات مع مؤسسات حكومية وخاصة اكتسبنا عدة قدرات وكفاءات وافية اللي بتمكننا أنه إحنا نقود المغار لبر الأمان هذا القرار إجا بعد التشاور مع عشرات الزملاء والرفاق في إطار العمل في عدة أطر اجتماعي اللي احنا ناشطين فيها وكان فيه هناك دعم وإعطاء ثقة كاملة من عشرات الإشخاص طبعا إحنا قمنا بالتشاور مع رجال متقدمين في العمر مع نساء مع شباب استمعنا لآراءهم ولفكرهم وعلى هذا الأساس بنئنا إطار سياسي جديد الإطار السياسي جديد اللي هو مألف في الأصل من كوادر شابة لحسن الحظ ما نحن الثقة والدعم الكامل ومن هذا المنطلق إجا ترشيحنا للحملة الانتخابية القادمة في المغار وإن شاء الله إحنا رح نكون أنتحص نظن الناخبين ونعمل كل ما لدينا من قدرات من أجل دعم المغار ووضعها على الخارطة كعاصمة الجليل بالفعل وليس فقط بالقول ما هي الخطوات التي اتخذتها حتى الآن استعدادا لخوض الحملة الانتخابية؟ أخ أبو نزار هذا مش سر أنه إحنا في الثلاث جولات الأخيرة كنا ناشطين سياسيين وكان إلنا عدة لقاءات مع جميع المرشحين وكمان قسم منهم زارني في بيتي بعدما اتخذنا القرار في الترشح لحملة الانتخابية قمنا بعدة خطوات الخطوة الأولى كانت هي دراسة هذا الموضوع جيدا دراسة عن السلطة المحلية عن طرق العمل طرق تطويرها سبل نجاحها كيفية صلاحياتها وعشان هذا الاشي يتم في الطريقة الصحيحة أنا التقيت مع عدة أشخاص كانوا رؤساء مجال السابقين رؤساء حاليين من عدة بلدان بالإضافة لأشخاص مختصين ومهنيين عشان نكتسب خبرتهم الخطوة الثانية كانت هي خطوة التشاور وإحنا لازم دايما قبل كل قرار وقبل كل خطوة نتشاور مع أشخاص فأنا تشاورت مع عشرات الأشخاص في البلد من جميع الأحياء والطواقف كبار في السن وصغار سمعنا سمعنا فكرهم سمعنا آراءهم سمعنا شو هني بنظروا للحملة الانتخابية وكيفية تمثيل القوات أو الشباب في هذه الحملة الخطوة الثالثة اللي كانت باشرنا بإقامة إطار جديد اللي الهدف تبعه هذا الإطار ما يكونش إلو صلة بأي إطار سياسي آخر يكون إطار سياسي مستقل واللي هو يمكن من قوات جديدة اللي معنية تكون شريكة وفعالة أكثر في الحركة السياسية في البلد إنها تيجي وتأخذ موقعها ومن هذا المنطلق ومن هذا المكان إحنا مندعي كل شخص كمان مع أن يكون فعال وحابب يرتبط في إطار جديد فإحنا منرحب أهلا وسهلا فيهم معنا الخطوة اللي بعدها اللي قمنا فيها بنينا كادر مقلص اللي هو قام في دراسة موسعة كيف إحنا لازم نخوض الحملة الانتخابية على هذا الأساس إحنا منلقي بشكل أسبوعي في عدة محلات مع عدة أشخاص نسمع أفكارهم نرتبها نكتبها وإحنا عم نبني خطة عمل موسعة شاملة في جميع المجالات اللي طبعا رح ننشرها في وقت لاحق متأخر أكثر عبر وسائل الإعلام وعبر موقع سبيل وعن طريقها إحنا رح نطرح حلول لجميع المشاكل اللي بتعاني منهم لمغار قسم من هاي الحلول رح نتطرق إسا إله في اللقاء قسم رح نتطرق إله لاحقا إضافة لذلك إحنا يوميا على اتصال مع جميع الناشطين والعاملين وعلى معرفة كيف بتقدموا شو بيشتغلوا وفي بناتنا تواصل مستمر كل هاي الخطوات الهدف منها إنه إحنا نتقدم خطوة خطوة بشكل مدروس من دون تسرع والاطلاع على كل ما يجري في البلد في الأمور الاجتماعية والسياسية بهدف الوصول لهدف اللي احنا نصبناه نصب عينينا في بداية الطريق دكتور ثائر وإن وصلت في تشكيل القائمة؟ قائمة مدينتي هي قائمة منفتحة ومتنوعة من جميع الحارات والأشخاص والأطياف وهي ما زالت حتى الآن مفتوحة للانتساب احنا سنعلن عن أعضاء قائمة مدينتي في الأشهر القادمة هاي القائمة انضم إليها حاليا عدة أشخاص مركزيين رح يمثلوها قائمة مدينتي تتمثل بعدة أشخاص ليس فقط من رح يكون عضو في المجلس أو ممثل وإنما بأشخاص ناشطين وفعالين اللي هني كمان لأسباب تقنية بيقدروش يكون اسمهن مسجل من ناحية رسمية انت سميتها قائمة مدينتي قيادة شابة للمغار انضموا لمدينتي فرصتنا للأفضل طبعا احنا في اليوم فرصة في المغار في فرصة واضحة الشعب والناس متشوقين للتغيير للتطور للدعم للانفتاح للفكر الجديد للنهج الجديد احنا لازم نمطيهم فرصة احنا كمان لازم ندعيهم لازم نحيي فيهم الأمل الناس في الفترة الأخيرة صار عندها نوع من العدم الثقة وإحنا عشان نرجع ونحيي هاي الثقة عند الموطنين بنينا هذا الإطار اللي سمناه مثل ما انت شايف مدينتي عشان كل شخص يحس هاي المدينة لا إله طبعا احنا رح نتحدث عن التسمية وليش سمناها قائمة مدينتي وعن الرؤية وسمناها قيادة شابة لأنه اليوم كيف احنا شايفين في جميع البلدان وفي جميع القرى وفي جميع الدول في تعزيز وفي مكان خاص للقيادة الشابة دكتور ثائر الغالبية في المغار اليوم تدعو إلى نفذ العائلية والطائفية من أجل المصلحة العامة هل توافق على هذا التوجه؟ أخي بنزار احنا طبعا من أيد هذا الرأي ومنوافق عليه هاي القيم اللي احنا اكتسبناها من جدودنا ومن آبائنا واللي بمثابتها حافظنا على النسيج الاجتماعي اللي بميز هذا البلد رح كمان نمرقها لأبنائنا ولبناتنا احنا ضد العائلية احنا ضد الطائفية ولكن احنا منقول التعايش الحقيقي لازم يكون في أرض الواقع وليس فقط في الشعارات التعايش الحقيقي لازم يكون في إعطاء فرص متكافي ومتساوي لجميع الشرائح في الموارد في التمثيل في الوظائف في العمل وليس فقط شعارات رنانة في الطقوس الاجتماعية والدينية هذا الأمر سنثبته على أرض الواقع في السنين القادمة وسيكون بمثابة تغيير جذري بالنسبة لنهج التعايش الحقيقي في المغار دكتور ثائر كونك محاضر ورئيس قسم في الكلية الأكاديمية ومدرس سابقا ما هو برنامجك لدعم جهاز التعليم في المغار أولا موضوع التربية والتعليم هو الموضوع الأهم التربية والتعليم ستكون في المقدمة وفي أعلى سلم الأولويات في برنامجنا في العمل في المغار صحيح أنه احنا اكتسبنا قدرات وخبرة كافية في مجال التربية والتعليم ولكن الأهم من ذلك أنه احنا تكون عندنا فرصة أن ننصب هاي القدرات في المؤسسات التربية في المغار بشكل بداية احنا من ثمن جدا كل الجهود اللي بقوم فيها مدراء المدارس المعلمين المعلمات الحاضنات المساعدات وجميع العاملين في طاقم جهاز التربية والتعليم ولكن احنا بحاجة لدعم أكثر لهذا الجهاز على سبيل المثال عن طريق زيادة غرف التعليم تجهيز المدارس حوسبة المدارس أكثر تجهيز معدات للطلاب إضافة برامج إثراء وفعاليات بعد الظهر أو بعد الدوام اللي بتمكن الطلاب كمان أنهن يستغلوا المواهب تبعتهم أمر آخر اللي احنا رح نقوم فيه احنا رح نعيد النظر في دراسة مدرسة تكنولوجية حديثة متطورة بتمكن قسم أو شريحة كبيرة من الطلاب اللي هن عندهم ميول لاختصاص مهني إن هن ينضموا في هاي الشعب ويحصلوا على شهادات بتمكنهم العمل فيها في المستقبل إضافة إحنا رح نباشر في بناء مدارس إضافية في المغار من أجل تخفيف الضغط رح نبني مدرسة جديدة في الحي الجنوبي عشان نحل مشكلة تاريخية موجودة في المغار ومعروفة إضافة إلى تعزيز المدارس الموجودة في الأحياء الأخرى مثل الحي الشمالي والتفكير في إعادة النظر بالنسبة لقسم من المؤسسات وكيفية البنية الموجودة أمر آخر اللي احنا رح نعمله رح نزيد عدد البساتين والروضات الموجودة إجا الوقت اللي احنا ننقل من روضات تحت يدور لروضات وبساتين مستقلة في شكل بلائم متطلبات العصر إحنا نعرف أنه كثير ناس بتعاني من هذا الموضوع في الفترة الأخيرة وصار لازم إحنا يكون عندنا كمان روضات وبساتين مثل باقي البلدان المتطورة طبعا إحنا نعرف أنه لدينا قدرات كافية لدى الطواقم التعليمية وإحنا كل يتنا ثقة ولكن يجب العمل على فصل تام لجهاز التربي والتعليم من كل الاعتبارات السياسية يعني بكلمات أخرى لازم نفصل بين السياسة وبين التربي والتعليم لأنه في السنين الأخيرة إحنا منعرف أنه كان في عدة اتخاذ قرارات هي ليست نابعة من اعتبارات منهجية تربوية بتاغوجية وإنما نتيجة ضغوط سياسية ومنعرف كيف كانت نتيجتها قصد في تعيينات مثلا بما في ذلك تعيينات عدة تعيينات لذلك إحنا رح نكون واضحين صدقين شفافين ورح نمطي مدراء المدارس والعاملين ليوني كاملة إحنا وظيفتنا أنه نوفر لإلهم الموارد نوفر لإلهم المعدات نوفر لإلهم الجو والبيئة وهن درسوا بما فيه الكفاية ولديهم خبرة عشان يطوروا هذا الجهاز مش نضغطهن ونحاول أنه يتخذوا قرارات لصالحنا وإنما لصالح أبنائنا وبناتنا إضافة إلى تعزيز العمل على ما يسمى القيم والأخلاق اللي إحنا لازم نرسخها عند طلابنا وفي الأخص في السين المبكر ما هو حسب رأيك مدى تأثير الشباب والصبايا في الانتخابات القادمة؟ دور الشباب والصبايا هو دور هام جدا أساسي إحنا منشجع كل الشباب والصبايا أولا اللي قرروا ينضموا للعمل السياسي مثل ما شفنا على سبيل المثال في عدة قوائم وضوية مثل كمان قائمة الجبهة اللي منبارك لإلهم هذا القرار على وضع امرأة فيه كرئيسة القائمة الدكتورة نوها جابر بدر كمان لاحظنا أنه في عدة شباب أكثر انخرطوا في هذا العمل إلهم دور كثير فعال دور مهم مدينتي مفتوحة لجميع الشباب والصبايا وإحنا منتوقع منهم مش بس يستغلوا حقهم ويصوتوا كمان يعبروا عن رأيهم ينتقدوا يسألوا الأسئلة ويحضروا جميع الاجتماعات لدى جميع المرشحين وقوائم العضوية دكتور ثائر ما هي الدوافع لتشكيلك قائمة ومستقلة على اسم مدينتي؟ التفكير من وراء هاي التسمية كان أنه لمغار تملك جميع المؤهلات لتكون مدينة إحنا منعرف أنه كان في عدة محاولات من عدة رؤساء ولكن لم تنجح ولكن اليوم لمغار بحاجة إنها تكون في مركز الأحداث اشتقينا هذا الاسم من كلمة مديني سمناها مدينتي عشان كل فرد في المغار يشعر بالانتماء مدينتي هي رؤية مستقبلية لجيل المستقبل لأبنائنا وبناتنا مدينتي هي البوصلة في التفكير في النهج في التخطيط لما إحنا رح نخطط لبرامج رح نخطط للمغار كونها مديني وليس فقط كقرية على سبيل المثال لما منخطط لحارات رح نخطط لحارات إنها تكون مؤهلة للمدينة وليس زقاقات لقرية يعني لتكون اسم على مسمى مش بس مدينة اسم إحنا بدنا مدينة في الخدمات وفي العمل وفي التخطيط وفي المعيشة وفي الميزانيات لأننا كلنا متواجدين في المدينة وإجا الوقت نتصرف كأنه إحنا عايشين في الفعل وفي الحقيقة في مدينة ما رأيك في باقي المرشحين الذين أصبحوا معروفين إحنا نحترم جميع المرشحين للرئاسة وللعضوية لقوام العضوية هذا ليس سر إنه قسم من المرشحين للرئاسة أخذوا الفرصة والناخب أعطاهم الفرصة وعطاهم الثقة في الماضي قسم لمره قسم لعدة مرات يعني كانوا في موقع التأثير في الفترة الجاي علينا في الانتخابات الناخب في المغار رح يقرر هل الرؤساء لبوا طموحاته ولا لم يلبوا طموحاته هناك عدة إمكانيات للفحص على سبيل المثال إذا إحنا مندخل لمواقع الانترنت ولموقع السبيل ومندرس الدعاية الانتخابية اللي عملوها في سنة 2013 والمناشير اللي توزعت في سنة 2008 ومنشوف في شو وعدونا مثل خطة خماسية لفرع الرياضة في المجلس المحلي بناء قرية رياضية اتمام العمل بشكل تام على الخارطة الهيكلية حل كل مشاكل الأزمات والسير اليوم الناخب في المغار بيقدر يتفرج هل هاي المشاكل انحلت ولا بعديه عشر سنين بعده حبر على ورق هاي الأمور واضحة للجميع واحنا واثقين انه الأشخاص الشباب والصباية في المغار بيقدروا يقروا ويقرروا هل المرشحين لبوا طموحاتهم او لم يلبوا طموحاتهم ومن هذا المنطلق رح يارفوا يقرروا بالنسبة للخطوة القادمة انت ستدعو للتغيير عن اي تغيير تتحدث ما هي المجالات الملحة التي تنوي تطويرها في القرية احنا منتحدث عن عدة تغييرات وتطويرات في القرية في عدة مجالات رح اتطرق لها انا باختصار ولكن في المستقبل رح نتوسع ونتحدث عنها اكثر التغيير الاول رح يكون اعادة الثقة بين المواطن والسلطة المحلية اعادة الثقة انه هاي السلطة الهدف تبعها انه تخدم المواطن وتوفر لإله جميع الخدمات بشكل حقيقي خدمات لجميع الطوائف والاحياء والحارات على سبيل المثال يكون فيه كمان تمثيل حقيقي للجميع هاي الثقة لما بترجع للمواطن الاحساس بتغير التغيير الاخر اللي رح يكون هو تغيير في طريقة عمل السلطة المحلية على سبيل المثال عدة امور يمكن للمواطن يعملها من البيت مثل دفع مستندات الحصول على عدة معطيات عشان هيك لازم يكون في عنا نوع من الشفافية في المعلومات حوسبت السلطة المحلية في طرق ملائمة أكثر للعصر إذا تحدثنا عن السلطة المحلية إجا الوقت أنه إحنا نباشر بالاشتراك مع عدة طواقم ومع عدة كمان قوائم اللي رح تكون للتفكير والتخطيط لبناء مؤسسي للسلطة المحلية في منطقة تلائم البلد توفر ظروف عمل مريحة للموظفين للعمال عشان إحنا كمان عمال المجلس بهمونا رح نحافظ عليهم وعلى حقوقهم وندعمهم ونمطيهم ظروف عمل مريحة وفي نفس الوقت نعطي ظروف للمواطنين اللي يكون إلهم يقدروا يجوع السلطة المحلية بغياءها يعني أنت تدعو إلى تغييرات في الجهاز الإداري في السلطة المحلية لا شك أنه إحنا بحاجة مثل تغيير جذري في فهم الإدارة في المفاهيم الإدارية في مفاهير التعامل مع الجمهور وفي كمان إثراء الجهاز الإداري بطواقم مهنية مختصة من عدة مجالات عشان ندفع لمغار دفعة حقيقية لسنة لألفين وعشرين يعني إحنا إذا نتعدث عن السنتين القدمات لازم يكون في عنا تغيير جذري وأساسي بالإضافة لذلك رح نعمل في عدة مجالات مثل مجال الرياضة لأنه لا يعقل أنه لمغار بلد خمس وعشرين ألف نسمة بعده ما فيش عنا ملعب كرة قدم مرخص بعده ما فيش عنا فرق بتلعب في دوري مرخص بعده ما فيش عنا عدة فروع في الرياضة رح نتطرق لهذا الموضوع بتوسط المغار منعدمة للسياحة رح نقوم في ترميم عدة أماكن سياحية مهمة لفي المغار وبإمكاننا أنه تجذب السياح رح نبني أفلام رح نبني دورات أرشاد رح نبني موقع محتلا على السلطة المحلية اللي بإمكان كل سائح يفوت ويتعرف ويحصل على المعلومات رح نبني أفلام بعدة لغات وليس فقط في اللغة العربية عشان نوفر للسياح الراحة ونجذبهم من منطلق أنه كل ما كثرت السياحة كمان المصانع التجارية والمحلات والدكاكين في البلد رح تشتغل أكثر وهيك كمان إحنا بنرفع مستوى المعيشة في المغار دكتور ثائر أنت تحدثت عن مشكلة المواصلات في المغار ما هي هذه الأزمة كيف تتقيمها أزمة المواصلات في المغار هي صارت أمر صعب جدا جدا بصعب علينا كمان إحنا ظروف المعيشة الجميع بيلاحظ هذا الأمر ولازم يكون إيجاد حل جذري الحل اللي إحنا بنتحدث عنه هو أولا رح نقوم في شق شارعين أساسيات اللي يمكنوا الخروج من القرية واحد في المنطقة الشرقية وواحد في المنطقة الغربية وفي هيك رح نسهل المواصلات في مركز البلد النقطة الثانية رح ننقل قسم من المؤسسات الموجودة في مركز البلد إلى أماكن أخرى إلى أحياء أخرى وفي هيك رح نخفف إحنا ضغط السير ثلاثة رح نقوم في تنظيم حركة السير بشكل قانوني وفي الأخص كل ما يتعلق في الأرصفة وإعادتها للمشاء حصدك مكان البريد مثلاً وإعادة كوبات حليم؟ بالنسبة لمكان البريد بلا شك أنه إحنا بحاجة أنه يكون عندنا فرع بريد كبير بلائم مدينة 25 ألف مش فرع بريد صغير وين موجوده؟ هذا الفرع كان يلائم المغار قبل 15 سنة لازم يكون بناء فرع أكبر منه بعدة مرات النقطة الثانية اللي كمان إحنا لازم نتطرق إلها هي المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية منعدمة الصناعة تقريباً في السنين الأخيرة ما شفناش ولا أي مستثمر إجا على المغار في العكس عنا في المغار عشرات المستثمرين انتقلوا على كرمئيل على مقدمة الجليل على ساخنين وعلى عرابي لازم نسأل مين المسؤول اللي خلى هذولا المستثمرين يتركوا البلد ويدوروا على محلات ثانية هذولا لازم نعمل جاهد بالتنسيق معهم ومع الأطراف المختصة من قبل المؤسسات الحكومية نرجعهم على المغار لأن المغار أولى بأهلها بمستثمريها بأصحاب الأعمال ولازم يرجعوا كمان يبنوا مؤسسات هنا في المغار دكتور ثائر ما هو رأيك في أزمة البناء والإسكان والخارطة الهيكلية في المغار هذا الموضوع ملح هاي أكبر أزمة بتواجه السكان في المغار الجميع بتحدث عنها التقصير الواضح هو نسبة لعدم التخطيط السابق عدم رؤية مستقبلية لعشرات السنين القادمة علشان هيك التعامل معها رح يكون مش فقط بس على المستوى المحلي وإنما على المستوى القطري علشان إحنا نقدر نلاقي حلول للأزواج الشابة مثل تخصيص أراضي من قبل الدولة ومن قبل المؤسسات المختصة علشان إحنا نقدر نلاقي حل جذري وننقل من الحديث من عنوين لأرض الواقع لأنه كيف ما شفنا اليوم جميع الأحياء في المغار بتعاني من ضائقة سكنية وفي عندنا ما يقارب 500 بيت من غير رخصة وهي نتيجة واضحة لعدم النجاح في هذا المجال دكتور ثائر هل من كلمة أخيرة تود توجيهها للناخبين في المغار ولباقي المرشحين؟ إحنا نتوجه لجميع المرشحين في قوائم الرئاسة والعضوية ونتمنى أن تكون حملة انتخابية نظيفة نزيهة شفافة صادقة من دون استعمال الضغوطات أو الصلاحيات على أساس نأثر على الناخبين طبعا نتوقع من جميع الشباب والصبايا والكوادر الاجتماعية والشابة إنها تأخذ موقف واضح بالنسبة للاشتراك في الانتخابات والاجتماعات وإحنا منشجعهم ومنحثهم إنهم يكونوا فعالين وينتظموا في عدة قوائم وطبعا من نبسط كثير إنهم إذا انضموا لقائمة مدينتي ويكونوا فعالين معنى لأنه إحنا البيت الحقيقي والإطار السياسي الحقيقي لهاي الكوادر الشابة اللي هي عندها نشاط وحيوية وبإمكانها بالفعل تدعم المغار وتجعل الحملة الانتخابية عرص ديمقراطي اللي بتمثل فيه جميع البلدان والقراء المجاورة ومن هذا المنطلق منتمنى النجاح طبعا للجميع وإن شاء الله نلقي كمان في لقاءات إضافية ومنحكي بتوسع أكثر موقع سبيل دكتور تائر بهذا الحوار الشيق معك نأتي إلى نهاية اللقاء فشكرا لك على حسن الكلام وعلى حسن الضيافة لك مني وافر الشكر على هذا اللقاء المميز وأتمنى لك النجاح والتوفيق إن شاء الله شكرا لك